بما أنك دكتور تحدثت أن العراق محكومة وليست حكومة الآن كان هناك مطالب كبيرة ومطالبات كثيرة من قبل المحتجين والمتظاهرين في العراق في الهبة الشعبية التي خرجت في الأيام القليلة الماضية بإسقاط هذه الحكومة إسقاط حكومة عدل عبد المهدي هل هذا الموضوع كافي لكي تحلحل الأمور في العراق؟ هو ربما المليشيات الإيرانية أو النظام الإيراني في إيران يعمل على إسقاط حكومة عدل عبد المهدي أو غيرها من الحكومات فكل هؤلاء هم رجال إيران يعني لا فرق بين أصغر منتسب في الحرس الثوري وأعلى منتسب كلهم يدينون بالولاء للحرس الثوري وللولي الفقيف في إيران والنظام الإيراني هو نظام ليس له علاقة بالإسلام وإنما هو نظام استخباري خدمي للمصالح العالمية والمصالح قد اختلفت الآن بين النظام الإيراني والقوة العالمية التي جاءت به قبل أربعين عام وهو في أنفاسه الأخيرة بإذن الله نحن ننتظر ثورة إيرانية إن شاء الله قريبة تزيل هذا النظام الطاغي فلذلك الوضع في العراق ربما تزال حكومة عدل المهدي أو غيره الشعب العراقي يريد تغيير النظام السياسي برمته النظام السياسي الفاسد الإجرامي الذي ذبح الشعب العراقي ودمر الشعب العراقي الذي جاء بدستور هذا الدستور طائفي عرقي لا علاقة له بالعراق وبالوطنية يريد تقسيم العراق ونهب ثروات العراق وتمزيق العراق وتقزيم العراق وإزالة سيادة العراق يعني هنا كننا نتحدث فيه انتقسيم العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة